السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اللهم صلو وسلم مبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحاب الغرل المامين ازاكم من سنة تانية يبتداء عاملين ايه يا رب تكونوا بخير النهاردة ان شاء الله بقى هناخد القصة تمام ودي اخر حاجة معنا في المنهج وبعد كده هنحل في كراسة المعاصر بإذن الرحمن تمام فتعالوا بقى نشوف القصة بتايتنا قصة جميلة تعال نشوف هي اسمها ايه ونبدأ ونقول بسم الله القصة اسمها the gingerbread man the gingerbread man يعني رجل كعكة الزانجابيل الكيكة البسكوت ده أولاد هي بسكوتة تمام البسكوتة دي مشهورة جدا عند الاجانب ودايما بيعملوها في الاعياب بتاعتهم ايبقى بشكلها عامل كده واكيد سمعتوا افلام كرتون عاملين نفس الشكل كده فالكيكة دي مشهورة جدا كمان عاملين عليها القصة دي يعني قصة مرحة كده خيالية تمام طبعا الكاتب هو مكتوب تحت ريتولد باي نيكولا جاردن جاردنر تمام تعالوا بقى هنا نشوف الكاراكترز الشخصيات بيقول قبل القراية هنشوف الكاراكترز الشخصيات سهلين جدا عندي هنا جراما و جرامبا طبعا احنا عارفين كلمة جراما و جرامبا يعني الجدة والجد وطبعا الكثة كلها تكلم على مين ذا جينجر بريد مان ذا جينجر بريد مان تمام تحفظ ذا وبعدين جينجر وتحط خبز بريد وبعدها راجل مان بس تسيب لي مسافة ما بين دول كلمة جينجر بريد كلها على بعضها بعد كده بقى عندي كلمة قطة كات فاقس و بطة تمام كده و الكه جت من السي مع كي تمام فبقول دك دك خلاص كده نشوف عندي هنا بيقول القموز بتاع الكلمات عندي كلمة نهر فرن زي يفتح نفس الحروف بس بدل بي حط بي منزل جائع اللي هو جعان يعني يفتح اهي او مفتوح نفس الحروف بس هنا مفتوح و يفتح برضو يقفز طيب بعد كده يقف تمام يجري رن حديقة جاردن جاردن وبعد كده هنا عندي كلمة يمسك كاتش خلي بالك هنا كلمة كاتش احفظها ازاي هنا عندي قطة كات وبعد كده نحط اللي هي تديك تشه و يأكل ايت و يتصلك يعني كلايم كلايم البي سايلانت تمام؟ هنا بقى بيقولي بيقولي هنا هو الشخصيات الرئاسية والشخصيات المساعدة اللي هي الشخصيات المساعدة اللي هي مش هتظهر معنا كتير الشخصية الأساسية طبعا الجينجر بريدمان اللي هو بسكوتة الجنزبيل والجرانما اللي هي الجدام اما بقى الشخصيات عند الكات القطة والفاكس والجرانبا تمام؟ طيب هنا بقى بيقولي بقى المكان اللي حصل فيه هتلاقي بقى عندك مكانه في الكيتشن في الأول في المطبخ The kitchen وبعدين The garden في الحديقة و The river في النهر البجيننج والميدل والإند يعني بداية القصة ونصها ونهايتها البجيننج اللي هي البداية بيقولي جرانما ميكس ذا جينجر بريدمان جرانما ميكس ذا جينجر بريدمان يعني الجد ده كانت لسه بتصنع بسكوتة الزنجبيل وهنا بقى في الميدل بيقولي The gingerbread man runs as fast as he can الرجل الزنجبيل ده طالع يجري بأكسس سرعة عنده هو هنا بيختصر لك يعني في البداية حصل كذا في المنتصف حصل كذا وفي النهاية هيحصل كذا تمام؟ لكن احنا دلوقتي هنشرحها بالتفصيل اندي بقى في النهاية جرانما جرانبا and the gingerbread man are happy كلهم بقى في الآخر بقوا ايه happy يعني سعداء تمام؟ طيب تعالى بقى نبدأ ونشوف القصة اول حاجة كده بيقولي listen and trust هتمشي طبعا عن الكلمات زي ما انممشي عليها اول حاجة كده جايب الصورة دي تمام؟ وبيقولي grandma and grandpa sit in their house grandpa and grandma sit in their house اول حاجة كده جايب الصورة دي طبعا انت هتلونها هنا وكاتب عليها ايه it's 1130 they are hungry بيقولي الساعة 11 ونص وهم ايه جاعنين grandma makes a gingerbread man الجيدة بقى فتعمل ايه بسكوتة الزنجبيل دي تمام؟ طيب نلبي الصفحة مع بعض هنا بقى ايه اللى حاصل شايفين ده في الفورن و الكعكة الزنجبيل ايه نقطت من الصينية فبيقولي she opens the oven هي فتحة الفورن the gingerbread man jump this out بيقولي ايه اللى حاصل بقى كعكة الزنجبيل ايه طلعت تجري برا تمام؟ بص ياولاد القصة دي هشرح لكم ايه بصراحة كده عشان تفهموها هي الكصة الاساسية ان grand model جدة ما بتخلفش تمام؟ فاتمنت ان البسكوتة دي تبقى تتكلم وتبقى حقيقية وتبقى زي ابنها فراحت بقى ايه لما دخلتها الفورن طلعت وبقى التفل كده وبقى بتتكلم وتتحرك وتجري فأمنتها اتحققت فبقى البسكوتة دي مش عايزة تقعد في البيت تمام؟ فطلعت تجري هتقابل اول مرة القطة والقطة تبقى عايزة تاكلها هتجري منها وبعد كده البسكوتة هتقابل للبطة والبطة برضو هتقولها ده انت لذيذة وتبقى عايزة تاكلها واخر حاجة هتقابلها اللي هو الفوكس بقى اللي هو السعلب السعلب بقى هيساعد ان هو هيعد النهر عشان طبعا البسكوتة لو نزلت في الماء هيحصل لها ايه؟ هتدوب فالسعلب بقى هيخلي هيخلي البسكوتة تركب على مناخيره عشان هو طبعا مناخيره وبوزه كده كبير فهيعدمن النهر اول ما يجيعدمن النهر هيروح فتح بقوا ويرميها لفوق عشان تنزل البسكوتة في بقوا ويأكلها بس الجدة هتمسكوا بقوا ايه؟ وهتلحاوا بعد كده هرجعوا البيت وهيبقوا سعداء تمام؟ هو طبعا هنا باختصار جايب القصة كده باختصار لكن هي القصة كلها هتلاقوها على اليوتيوب لو كتبتوا قصة ذات جينجر بريد مان هتطلع بقى بكل ايه؟ الأصوات تمام؟ بعد كده بقى بعد منطط رح قال لي ايه؟ ذات جينجر بريد مان الرنز انتو تغير دون تلع بقى يجري برا الايه؟ في الحديقة بعد كده بيقول ايه؟ غرانبا جنبس اوت الجد بقى عامل ايه؟ طلع بردو ايه يجري وراهه رنز انتو تغير دون وطلع بردو يجري وراه في الحديقة وهما قاعدين يقولولو تطاب تطاب يعني ايه؟ اف 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 وهو ايه؟ مش سمع لهم بردو عمال يجري وبيقولهم رن رن as fast as you can you can't catch me I am the gingerbread man قال لهم اجروا زي ما انتوا عايزين باقصة صورة عندكم برضو مش هتلحقوني عشان انا ايه كعكة الزنجبيل او بسكوتة الزنجبيل الصورة التانية بقى هنا القطة بقى ايه لقيته فالقطة اسمها اكات فقالت له ايه yummy can I eat you you look good to eat قالت له yummy لذيذ قالت له ممكن اكلك فقالت له ده انت شكلك ايه جميل الصفحة التانية بقى لقيت مين برضو الجد والجده طالعين يجروا وراه ومش لحقين وراح وقع في مين بقى في الضك البطة فالضك قالت له ايه yummy can I eat you you look good to eat برضو قالت له زي البطة انت شكلك جميل ده انا عايزة اكلك فقال ايه run run as fast as you can you can't catch me I'm the gingerbread man قال لها اجري زي ما انت عايزة مش تلحقيني عشان انا بسكوتت الزنجبيل الاخر صورة هنا بيقول ايه جبقى للفاكس تمام فالسعلب هنا هو وقف بيتفرج عليه وهو بيقول ايه oh no a river فهو وقف عند النهر كده وقال ايه يا نهر بيد انا مش عارف عدل ايه النهر ففي الاخر هنا بيقول ايه the gingerbread man comes to a river وصل للنهر ايه بقى اللي هيحصل بعد كده يا ميس شايفينه الصورة دي اللي حصل البتاع ده البسكوتة ركبت على ظهر الايه السعلب وقال له ايه i can help you climb on my nose قال له ده انا هساعدك تعال تصلك وايه على امفي عشان يطلع هنا يروح راميل فوق ويقع في ايه في بقه فهنا بقى في الصورة دي اهو واقف كده على بقه وسمح كلامه وبيقول ايه the sun is high الشمس ايه علي the river is quiet والنهر هادي the fox is hungry بس استعلب جعان شايفين استعلب باصيس ازاي ده استعلب مكار هيعمل ايه بقى هنا بقى قال ايه بصوا فتح بقه ازاي وعايز ياكلوا اهو فهنا مين اللي مسكته بقى الجراما وقالت له اوه نوو تمام هو بيقول ايه يا نهرب يدو كده ومين مسكته الجراما بيقول ايه the fox opens his mouth والسالب بقى فتح ايه بقه بعد كده بقى بيقول ايه I have got you انا مسكتك let's go home يلا بنا روح البيت ورجع البيت مع بعض تمام اخر صورة معانا هنا هو قاعدين مع بعض وبيقول ايه grandma grandpa and the gingerbread man are happy دلوقتي كلهم ايه سعداء بس كده خلصت القصة بتاعتنا تعالوا بنا نحل عليها هنا اول صورة بيقول ايه هنعرى ونعمل دائرة بيقول ايه the gingerbread man run as fast ولا slowly as he can كان بيقرب سرعة ولا بط لا يا مسكتكا فاست يعني سريع طيب the cat wants to القطة كانت عايزة تعمل ايه make ولا eat the gingerbread man تصنعه ولا تاكله لا القطة كانت عايزة تاكله هي والبطة والسالب رقم تلاتة بيقول ايه ولا the fox opens its mouth to eat the gingerbread man بيقول ان البطة ولا استعلاف هم اللي فتحوا بقوا هم كانوا عايزين ياقلوا كعكة الزنجابيل لا دا الفاكس طيب grandpa grandma and the gingerbread man are كويت ولا حبي الجد والجدة وبسكويت الزنجابيل دول كانوا هادين ولا سعداء لا يمس اذا كانوا happy تمام تعال نشوف الصفحة اللي وراه هنا بقى بيقول read and circle هنقرأ ونحط دائرة بيقول grandma makes الجدة بقى عملي pie ولا gingerbread man لا اذا عملت gingerbread man the fox ولا gingerbread man run as fast as he can من اللي كان بيقري بسرعة السالب ولا البسكويتة لا ايه مثل البسكويتة the gingerbread man runs into that البسكويتة طلعت تجري من للحديقة ولا للفرن طبعا تلعي يجري ايه للحديقة بره the fox ولا grandpa wants to eat the gingerbread man من في دول اللي كان عايز يأكل البسكويتة طبعا الفاكس هنا بقى هنحط صحة قدام الكلمة الصحيحة بيقول the stories about القصة كانت عن هورس حصان ولا gingerbread man لا ايه مثل كانت على gingerbread man grandma grandpa the gingerbread man are كلهم في الاخر كانوا سيد ولا happy لا happy يعني سعداء الناحية التانية بقى هنحط صحة او غلط اول واحدة بيقول the gingerbread man jumps into the oven jump is out of the oven تلع نط من الفرن اه ايه مثل يبقى اول واحدة هتبقى true ثاني واحدة the fox eats the gingerbread man استعرى بكل البسكويتة لا يبقى false the gingerbread man runs into the garden بيقول ان الكعكة تجري برا في الحديقة اهه صح طيب grandma grandpa and gingerbread man are happy كلهم في الاخر بقى سعداء صح the gingerbread man eats the fox the gingerbread man eats the fox البسكويتة كلت السالم لا اهه يبقى غلط هنا بقى عايزك توصل الصور بالجمل اللى عندك اول جمله بيقول لي jump is out of the oven طلع نط من الفرن من هو طبعا gingerbread man طيب رقم اثنين makes a gingerbread man مين بقى اللى صنع الكاكة الزنجبيل دى هي طبعا الجدة opens its mouth to eat the gingerbread man من الفتح بقى كان عايز ياكله الفاكس واخر واحدة wants to eat the gingerbread man كانت عايزة تاكل البسكويتة الكات تمام طيب نكمل الحال هنا بقى نعمل دارة على الكلمة دى river ولا oven لا طبعا river ثورستي ولا hungry هو بيفكر فى الاكل يبقى hungry طيب hand ولا nose لا دية الانف house ولا room لا منزل house garden ولا river حديقة ولا نهر طبعا garden happy ولا sad طبعا دون سعداء لكن ساد يعني حزين هنا برضو هنعمل دايرة على الكلمة الصحيحة بيقول اذا river is النهر كان ايه hungry ولا quiet لا دا كانت المية بتاحته هادية can i eat or happy you لما قلت له can i eat you ممكن اكلك he runs into the oven ولا garden هو طلع يجري الايه لل garden للحديقة the grandma made gingerbread man because they were هي صنعت له كعكة الزنجبيل انهما كانوا ساد زعلانين ولا هنجري قاعنين لا امسا دا كانوا هنجري تمام طبعا نشوف الصفحة اللى بعده هنا بقى جايب ثلاث كلمات كده من فوق fox box oven واحنا هنكمل الجمل دي بيقول لي grandma ovens دا الجده فتحت الايه طبعا دا الفرن الفرن يعني ايه oven فنشتب على دي ونكتبها هنا طبعا بعد كده the not opens his mouth من الفتح بقه الفوكس ولا البوكس لا الفوكس يا مس اللى هو السعلب تمام بعد كده هنعمل دايرة بيقول لي he walks into the garden ولا he runs into the garden كان ماشي في الحديقة ولا طلع يجري لا بيجري طب the fox opens his has بيقول لي السعلب فتح ايه ولا mouth لا دا فتح بقه طب grandma grandpa and the gingerbread men are دلوقت كلهم happy ولا sad happy the river is quiet ولا hungry in the hurricane quiet يعني هادي تمام كده سنة تانية طب اللي بعد كده بقى قص و لزق كل دا اللي احنا كنا بنقول عليها في بناء الجملة هو بقى الجزء اللي ورا كده خلصنا الحمد لله المنهج بتاعكم وبكرا ان شاء الله هنبدأ نرجع في القرص الصغيرة ونحل المتحانات مع بعض لو عايزين ايه حاجة اكتبول في الكومنتات واشوفكم بقى على خير في فيديو جديد وعلوكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته